مرحباً المرحلة خاصة في ظل الحديث عن تقارب كبير الآن ما بين الحركتين نلتقي الآن اللواء جبريل الرجوب بعد التحية لسيادة اللواء يعني الزيارة معهودة في ظل الإفراج عن الشيخ حسن يوسف من قبل الاحتلال الإسرائيلي لكن هناك أيضاً رسائل سياسية ما هي رسائل هذا يعني أولاً أنا ما بقول أنه الزيارة إلا علاقة بما حصل الشيخ حسن يوسف قائد وطني وأنا لم يتحرر مرة من السجن واعتقالاته وإن شاء الله بتكون الأخيري أنا دوماً يعني زائر عنده لتهنئته أنا بأمل أنه تكون هذه آخر مرة يعتقل الشيخ حسن تميز عن كل الناس بمسألتين المسألة الأولى إرادته واستعداده الدائم لدفع ثمن انتماءه الوطني والمسألة الثانية أنه كان دوماً قاسماً مشتركاً ومريح للجميع فإحنا بنهني بنهني أسرته وبنهني إخواننا في حماس بتحرير أحد قادتهم اللي إحنا بنكون له كل احترام وتقدير ونأمل أن يبقى بيننا لأن هذا الاحتلال يسعى إلى التشويش على ما تحقق ما تحقق هو مغادرة مربع الإنقسام بإرادة وطنية مشتركة وفق أسس ومصالح وطنية تجاوزت وتركت كل التناقضات والتباينات والمسائل اللي كان فيها تجاذبات خلف ظهرنا جميعاً نحن اليوم موحدين باتجاهين الاتجاه الأول العمل على إسقاط فكرة الضم اللي هي تصفي لقضيتنا بتوافق إسرائيلي أمريكي والمسألة الثانية نخوض معركة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادي على الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية عاصمتها هذا التوافق إحنا بنأسس عليه لبناء أسس تقودنا إلى شراكة وطنية نكون فيها شعب واحد وطنة واحد وقضيتنا قضية دولة وتحرير واستقلال وبناء شراكي من خلال عملية ديمقراطية كلانا غادرنا المربع اللي إحنا كلنا كنا رافضينه حالة الارتياح والإسناد اللي في الشارع الوطن الفلسطيني وفي عمقنا العربي والإسلامي وحتى الدولة يعني بوتين تحدث مع الأخ أبو مازن في الموضوع ميركل تحدثت مع الأخ أبو مازن في الموضوع وبتشجعه وبشجعه وبحمسه الرئيس المصري قال للأخ أبو مازن أنا أبارك اللقاء المشترك ما بين الأخ جبرين رجوب والأخ صالح العروري أرجو أن تبني على ذلك ونحن جاهزين لتقديم كل ما من شأنه تحقيق وحدة وطنية إحنا مرة ثانية نهني أخونا الشيخ حسن اللي هو قائد وطني يحظى في احترامنا وبالتأكيد راح يكون له مساهماته الإيجابية في تذليل عقبات اللي وجدت مع أنه أنا أعتقد أنه إحنا تجاوزنا كل ما من شأنه يحول دون بناء أسس ومرة ثانية بقول أسس ستقودنا إلى شراكة حقيقية إحنا شعب واحد أسرة واحدة وإحنا مستقبلنا مرهون بوحدتنا وإقامة الدولة الفلسطينية تقتضي أن يكون هناك شعب واحد بمفهوم وطني واحد سواء كان مفهوم العلاقة بحل الصراع أو بإدارة الصراع مع هذا الاحتلال اللي هو عدونا الوحيد وما إلنا عدو غيره كنت سيادة لواء قد تحدثت في المؤتمر الصحفي على أن الخطوات العملية ما بين حركتي حماس وفتح بدأت على الأرض وأن الاتصالات أصلا قائمة ما قبل المؤتمر الصحفي وكان هناك ردود فعل إسرائيلية غاضبة بشكل كبير حتى أن الصحافة الإسرائيلية قالت أن صورة التي خرج بها اللواء جبريل الرجوب وصالح العروري تعبر عن حالة تسبب بها نتنياهو الصحفي المعارضة هنا بأنها انكفأت عن خيار سياسي كان قد اتفق عليه منذ أوسلو الآن الواقع على الأرض سيادة لواء بعد على الأقل شهر من المؤتمر ما هو الجديد الذي لم يعلن عنه؟ يعني أولا إحنا بنعمل في ثلاث اتجاهات الاتجاه الأول له علاقة بمواجهة الضم وفيه هناك قرار استراتيجي عند الطرفين بتوحيد الجهد هنا وفي المحافظات الجنوبية وأيضا بالشتات وهذا ما يحصل وأعتقد الكل يتحسس ويشاهد ذلك حتى داخل المعتقلات الموضوع الثاني أنه إحنا كمان بنعمل على بناء أسس إلها علاقة ببناء الثقة وكسر الحواجز والشكل الموجود يعني فيه ترسبات إحنا بنعمل على تجاوزها بخطوات سواء كانت ودار بشكل مركزي أو من خلال المواقع وإن شاء الله هذا يتوج خلال الأيام القادمة فيه موضوع مهرجان في غزي تحت علم واحد يتحدث فيه الجميع برؤية إلا علاقة بطموحاتنا وإلا علاقة كمان بتطلعاتنا سواء كان القرار والإرادة اللي عندنا أو اللي عند إخواننا في حركة حماس الاتجاه الثالث هو صياقة المستقبل صياقة المستقبل بالتأكيد بده يبدأ بحوار وهذا الحوار إذا ما توفقنا وأعتقد أنه إحنا متوافقين يعني بموضوع السياسي بمفهوم المقاومة وبإنه إحنا بدنا دولي مستقبلا دولي فيها سلطة واحدة فيها ديمقراطية فيها حق التعبير عن الرأي حق للمرأة فيها سياسة خانون والانتخابات هي الطريقة للحكم وهي أعتقد مسألة وقت ولازم إحنا نتوصل كمان مع بقية الفصائل لأنه إحنا يعني بدناش نعمل قطبين ونجاهل للآخرين اللي هم شركائنا وإحنا نسيج واحد والناخب الفلسطيني هو اللي بده يقرر إيش موازين القوة وكيف بدأ تكون موازين القوة فالموضوع هذا يعني عمره سنوات مش ابن مبارح ولكن إذا ما توفرت الإرادة الوطنية وأنا يعني أثق بمن يحاورنا من إخواننا في حماس وأعتقد هم أيضا يثقوا فينا أنا متأكد بأنه إحنا نذهبون إلى شاطئ الأمان وإلى تحقيق آليات متفق عليها ومريحة للجمع سيادة لواء الإقليم كان له دور عادة في الواقع الفلسطيني تأثيرا إجابا سلبا هذه القضايا مفتوحة بحسب التحالفات لكن الواضح ملف المصالحة أيضا كانت تدخلات كبيرة من الخليج العربي بالإضافة إلى مصر وغيرها الآن هناك لقاءات مباشرة دون ترتيب من العواصم هل هذا نهيج جديد فلسطيني يمكن أن يكون أنا أؤكد بأن ما حصل كان جهدا وحوارا وقرارا وإرادة وطنية فلسطيني نقي بنسبة 100% دون تدخل من أحد ولكن إحنا كمان أحد العوائق التي تواجهنا غير التذليل للقضايا والتحديات الداخلية اللي هو هناك حولنا من له مصالح أمنية مصالح سياسية مصالح اقتصادية بالتأكيد هو بده يحققها على حسابنا إحنا وإخواننا في حماس سعداء بأنه إخواننا المصريين شجعوا وأن يتحدث الرئيس السيسي مع الأخ أبو مازن بهذه اللغة هي رسالة للجميع وإحنا كلنا كفلسطينيين بحاجة ولا نستطيع أن نتجها لا التاريخ ولا الجغرافية السياسية إخواننا الأردنيين أيضا مؤيدين هلأ أكيد في ناس مش عاجبوا وفي ناس كمان يعني برضو بحبش يستفز الأمريكان والإسرائيليين فهؤلاء لا يعنون ما دام في هناك إرادة عندنا والجغرافية السياسية كمان اللي إحنا بتأثر علينا تشجع وتدعم أعتقد هذه توفر لنا عناصر استقرار وطمأنيني بأنه إحنا أولا هذا قرارنا لأنه هيك مصلحتنا ولكن كمان إحنا ما بنجاهل تأثير الإخليم وأعتقد أنه الجانب الإسرائيلي سيعمل كل ما من شأنه يفشل ويسمم الأجواء ومن هون حذرنا وحرصنا وحكمتنا هي اللي أنه إحنا كمان هو قادر يبث ذاني أكسيد كربون وقادر أنه يفسد وقادر أنه يحرد ويطلعوا بيانات من هنا ويشجعوا من هناك ولكن بالمحاصلة النهاية أنا لا أعتقد أنه في أمل بنجاح أي جهد لإفشال ما تحق أخيرا قبل أن ننتقل لشيخ حسن يوسف خطة الضم على الأقل تباين العرب من الموقف منها منهم من صرح بشكل رافض مباشرة ومنهم من أعطى مساحات للإبراغماتيا بن قسين في البيانات التي خرجت هل فعلا وصل الفلسطيني إلى قناعة في هذه المرحلة بأن السقف من يملكه على الأقل هو الفلسطيني يصمم السقف يرفعه ثم يتموضع حيث حالة المواجهة هل هذه فعلا الرؤية والأيام القادمة ما يلم أهم استنتاج بالنسبة لنا وأعتقد يمكن حتى في حوارنا مع قياداتنا في فصائل العمل الوطني والإسلام بما فيهم إخواننا في حركة حماس أن الأنصر الحاسم هو الموقف الفلسطيني في بداية الأمر الجميع صمت عيب ثلاث دول من دوبيها يتواجدوا أثناء مهرجان نتنياهو مع ترامب لتصفية القضية الفلسطينية هي قضية مركزية وقضية محورية عند الأرب والمسلمين وكان فيه هناك صمت وحتى من كان بالبداية صوته خجول وخافت الآن الكل أصبح ضد إذن إحنا وصلنا لقناعة أن الموقف الحاسم واللي يبنى عليه ما يقوله الفلسطينيون وأعتقد أنه إحنا صمدنا وصبرنا لأنه البعض نصحنا من البداية أنه أخي تتسرعوش وترفضوش ولكن هذا الإجماع الوطني سواء كان من موقف المنظمة والسلطة وعلى رئيس الأخ أبو مازن ومازال يتعرض إلى ضغوط إنه لها الجبال وبقية فصائل العمل الوطني والإسلامي هذا الإجماع اللي فيما بعد ترجمته في هذا اللقاء للمشترك واللي يشكل اختراق استراتيجي إحنا هلأ من لازم نبني على مسألتين المسألة الأولى أنه أصبح واضح بأنه من يقرر هو الفلسطينيين في مصيرهم وفيه هناك إقرار عربي بهذا وخلينا نفترض أنه حسن النية أنه والله ما كانواش عارفين بعدين عرفوا يا سيدي وبارك الله فيهم وبنعمل أنه كمان يعني يكون في هناك التزام بقرارات القمم العربية اللي لا علاقة بالتطبيع ولا علاقة بتجاوز القضية الفلسطينية في علاقة مع هذا الاحتلال إحنا بنتمنى أنه الكل يعمل المراجعة ويدرك أنه المبادرة العربية غيرهيك الموضوع الثاني أنه كمان يا أخي اليوم كلهم ما بحكوش مع الضم أو ما بقولوش فكره وهذا كمان منيح لأنه في كثير من عواصم الإقليم إرادتها محتلة لسبب أو لآخر تحررت بفعل الموقف الفلسطيني وهذا الموقف يجب أن يبقى محور جذب ومحاصرة جذب لمن مازال يؤمن بأن قضيتنا هي قضية كل العرب والمسلمين ومحاصرة لمن يحاول الالتفاف على قضيتنا ولكن كمان على إجماع العرب والمسلمين في قممهم أشكرك سيادة لواء شيخ حسن يوسف يعني بعد التحية لك مرة أخرى اليوم زيارة لواء جبريل الرجوب تهنئة وحديث في السياسة يعني أن يجلس اللواء والشيخ هناك باليقين حديث في السياسة ما هي الرسائل التي يمكن أن تكون في هذا بسم الله الرحمن الرحيم يعني بداية نكرر شكرنا الجزيل وتقديرنا الكبير لهذه الزيارة التي قام بها اللواءان لواء جبريل الأخ جبريل الرجوب والأخ لواء رئيس هيئة الأسرة والإخوة المرافقين أيضا كلهم كرام وهذه خطم ما من شك لها يعني معاني كبيرة جدا وأنا اعتقد أن كل من يتابع وكل من يرى ذلك هذه إسهامة أيضا تضاف إلى الإسهامات السابقة بيعني إعطاء مزيد من الإطمئنان لكواعدنا لأبناء شعبنا لأمتنا لكل الأحرار الذين الحقيقة ينحازون إلى حقوقنا الفلسطينية أن الشعب الفلسطين حقيقة بدأ يضع رجله على السكة الصحية الاعتماد الأساس بعد الله عز وجل هو على وحدتنا على قوتنا الذاتية وبعد ذلك الأمور الأخرى كلها تأتي فهذه الحقيقة إسهامات كبيرة جدا كانت البدايات من خلال اللقاء الثنائي عبر وسائل الإعلام كما تابعت كل بين الأخ اللواء جبريل الجوب والأخ الشيخ صالح العرور النائب رئيس المكتب السياسي للحركة وتابعوا فيما بعد لقاء الأخ حلس مع الأخ حسان بدران ما من شك إنه إله أثر كبير جدا أسست لمرحلة أنا في تقديراتي اختصرت زمانا ومكانا باختصار بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني كبيرة جدا وأنا في مع الأخ في مجمل ما قاله الأخ أبو رامي نحن يعني هذه رسائل لشعبنا رسائل لأمتنا رسائل للصديق رسائل للعدو إنه الشعب الفلسطيني هكذا أمس مساء أمس وصباح اليوم كان فيه هناك حديث واتصالات مع الإخوة من بعض قيادات الحركة في الخارج الحقيقة الكل مجمع ونحن مجمعون وأحمل رسالة أيضا من داخل السجن ومن خلال الإخوة الذين قدموا للزيارة هنا الكل مجمع تحديدا عندنا إنه لا يجوز أن نعود لا أقول خطوة واحدة لا يجوز العودة إلى الوراء مليمتر واحد لأنه غير مقبول وغير مسموح إننا الآن التراجع تحت أي ظرف من الظروف نحن الآن يجب أن ندعس لكن بحكمة بروية أنا أقصد ندعس على دعاسة البنزيل ونتحرك أكثر ونجسد رؤيتنا المشتركة مع الكل الفلسطيني مع كل مكونات الشعب الفلسطيني دون إغفال أحد مهما كان حجمه الكل يجب أن يقول لهم مساهمات ونحن نقدر إنه كل مكونات الشعب الفلسطيني لها إسهامات في الماضي وفي الحاضر وإن شاء الله في المستقبل والكل وأنا هذا ما لمسته أمس من خلال أيضا زيارة الأخ عزام الأحمد مع رؤساء وقادة لفصيلين فلسطينيين لكل حقيقة هؤلاء الناس على استعداد المضي والاستمرار حتى نبتغي إن شاء الله ونصل إلى ما نصب إليه قطع الطريق على الاحتلال الإسرائيلي بشأن خطة الضم ثم يعني قطع الطريق على ما يراد أن يفرض علينا وهو ليس قدر للعلم لا ترامب ولا صفقة القرن ولا توعطاء فرمان وضوء أخضر لتوحيد الكدس وتحت السيادة الإسرائيل كل هؤلاء بالنسبة لنا وعد بلفور غير مقبول أن يملك من لا يملك إلى من لا يستحق باختصار وهذه قضية فلسطينية نحن أصحابها نحن أهلها الله اختارنا أن نكون الأمنا عليها وبالتالي سنبقى كذلك إن شاء الله سوية يا أخ أبو رامي في هذا الطريق وهذا ما طلبه مننا الإخوة أيضا كما قلت وأنا في تقديراتي أيضا ما تحدث به يا الإخوة إن الأخ أبو مازن الرئيس الفلسطيني رئيسنا جميعا والإخوة عضاء في اللجنة المركزية وفي المجلس التوري كلهم أيضا يؤكدون على هذا المصار وهذا ظننا وأنا بقول إذا كان فيه هناك في الساحة الفلسطينية من لا يؤمن تحت أي ظرف بأي نسبة بهذا الطريق عليه أن يعيد حساباته لأن حساباته خاطئة بكل المعايير وبكل المقاييس نحن الآن نمضي في هذا الطريق علينا إكماله إن شاء الله ومن خلفنا أمتنا العربية ومن خلفنا أمتنا الإسلامية من خلفنا أيضا كل أحرار العالم الذين ينحزون إلى قضيتنا سنكون عند حسن ظن شعبنا بنا عند حسن ظن أمتنا بنا سنكون عند حسن ظن كل من ينحاز إلى حقوقنا في هذا العالم إن شاء الله كيف يمكن ترسيخ الإيجابية التي تحدثت عنها وتحدث فيها اللواء جبريل الرجوب وأيضا عكست في المؤتمر الصحفي الذي كان ما بين رأي نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس واللواء جبريل نحن نرى الآن الناس لا يريدون مننا كلاما الناس الآن ينتظرون مننا ماذا نكون به في الميدان نحن للتعليمات الآن من الإخوة لكل العناصر وكل القواعد وكل من يعني يدور في فلك الفكرة والمشروع التي نحمل مطلوبا منهم إحنا أن نزيل كل الحواجز كل العقبات مع كل مكونات الشعب الفلسطيني وفي مقدمة ذلك الإخوة في حركة فتح في أي فعالية في أي حراك نحن سوية إلى بعضنا البعض كما أشار تحت راية العلم الفلسطيني الآن الأنظار كلها تتجه وهذا ما يعني كان الحديث فيه خلال أيام القليلة الماضية عن المؤتمر الشعبي الجماهيري الذي سيكون في قطاع غزة والذي إن شاء الله كما قال الأخ كل إذا كانت هناك في بعض الرتوش وبعض أنا في تقديراتي هذه كلها توضع جانبا ولكن سيتغلب على كل شيء وسيكون المؤتمر وسيتحدث فيه المتحدثون الدوليون والرؤساء ومن يعنيهم الأمر ويتحدث فيهم رئيس دولة فلسطين ثم أيضا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وإذا كان هناك شخصيات أيضا من حركة فتح من كل المقونات والتنظيمات الفلسطينية الأخرى نحن كلنا آذان صاغية نحن نبارك هذا الأمر وعلى بركة الله وغدا سيرانا العالم كله وفي مقدمة ذلك شعبنا الذي حقيقة هو بالدرجة الأولى يتوك إلى مثل هذه الخطوات حينما يرى إن شاء الله لا أقول عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من كل مكونات شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة كلهم يهتفون بهتاف واحد وموقف واحد ومشاعر واحدة وإلى هدف واحد إن شاء الله تحقيق ما يصب إليه شعبنا الفلسطيني بالحرية والإنعتاق من الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية كاملة السيادة لها كل مقومات الحياة وحق العودة وغير ذلك من حقوقنا بإذن الله عز وجل أشكرك إذن مشاهدين الكرام كانت هذه النافذة ما بين لواء جبريل الرجوب الإضافة إلى الشيخ حسن يوسف الذين تحدثوا عن عمل متواصل من أجل تقريب وجهات النظر بالإضافة إلى بناء خطة استراتيجية في هذه المرحلة العساسة من تاريخ الشعب الفلسطيني عند الحديث عن الضم وانكفاء الاحتلال الإسرائيلي عن حقوق الشعب الفلسطيني لباء منهجية تقوم على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ترسيخ الوحدة الفلسطينية مع حالة الاشتباك القائمة الآن مع الاحتلال الإسرائيلي في مساحة دولية لكن تظل الأحاديث والأمنيات قائمة ما دامت الرؤية الفلسطينية موحدة وتبديد كل الأوهام التي يمكن أن تصنع للاحتلال في الرؤية الفلسطينية التقاربية التي تريد باليقين تفجير الأوضاع على الأرض